أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تنمية قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية ضمن مسارات التطوير التي تشهدها المملكة بما يصب في خلق مزيد من الفرص النوعية الواعدة لأبناء الوطن ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة والسيد رشيد محمد المعراج محافظي مصرف البحرين المركزي استقبل سيد تشان يينغ زاو المؤسسة والرئيس التنفيذي لباينينز حيث نوها سموه بما تقدمه الشركات العالمية المعنية بإدارة الأصول الرقمية وأهميتها خلال المرحلة الحالية في ظل التحول الألكتروني الذي يشهده العالم في مختلف المجالات وبلا خص ما يتعلق بمجال الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية لافتا إلى أن مملكة البحرين مستمرة في الدفع بكافة قطاعاتها التنموية نحو مستويات أكثر تقدما بما يواكب التطور المنشود ويعود بالخير على الوطن وأبنائه من جانبه أعرب سيد تشان بينغ زاو عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء منوها بما تسخر به مملكة البحرين من مقاومات عديدة لتطوير الأعمال وتعزيز الاستثمار متمنية للمملكة دوام التقدم والزهار متوقع؟ بخير بخير ترجمة نانسي قنقر